إلى جانب ذلك أشهد عدد من أعضاء السلطة التشريعية بالدعم الملكي السامي الذي كان له الأثر البالغ في مسندة المرأة البحرينية وتعزيز الإيمان بإمكانياتها حتى أصبحت مساهمة فاعلة في هذه المسيرة الوطنية المباركة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وأضاف أعضاء السلطة التشريعية أن هناك العديد من المبادرات والبرامج الرائدة التي عززت من تواجد المرأة البحرينية والتي كان لها الدور البارز في تقدمها حتى باتت دول العالم تخطو خطوات البحرين وتقرأ سجلها النموذجي الذي يعكس البعد الحضاري الوطني المشرف سامة المرأة البحرينية في مجالات التنمية في مملكة البحرين طبعا كافة المجالات بموجب التشريعات بموجب الإجراءات التنفيذية المتبعة كانت داعم ومساند لتلك المشاركة مؤشرات تقدم المرأة البحرينية وفق تقاريرنا الوطنية وكذلك الدولية أثبت معها فعلا مدى هذا التقدم نعمل دوما على تعزيز واستدامة هذه المشاركة المرأة البحرينية في كافة القطاعات والتشجيع على أن يكون فعلا فتيات البحرين ينتهجنا نفس النهج الذي أسهمت فيه النساء في البحرين لخدمة وطنهم وكذلك المشاركة في الإسهامات التي تقدم فيها المجتمع البحريني ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في بداية بناء الدولة عملت المرأة البحرينية من منزلها لكي تكون شريكة في المنظومة الاقتصادية للأسرة وتعيل أبنائها وتساعد زوجها ونراها اليوم تعمل في جميع الوظائف وتقدم نموذجا جيدا لبنات جنسها على التعلم والعمل والإنجاز دون كلل أو تذمر اليوم أصبح المشاركة في التنمية الوطنية واجب علينا وبكل فخر نبرز كفاءتنا ونقدم أيدي المساعدة لكل من يطلب منا تركت المرأة البحرينية بصمة في التنمية الوطنية في فترة الجائحة التي مرت به البحرين نجلس الأعلى قدم العديد من المبادرات والبرامج من أجل إدماج احتياجات المرأة في عمل الحكومة وأيضا تحويل هذا النموذج الوطني إلى نظام حوكمة شامل لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص أو لجان تكافؤ الفرص الـ 24 الموجودة في القطاع العام وعلى المستوى البطني إضافة أيضا إلى اعتماد المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين كمرجع رسمي لدى أجهزة الدولة من أجل متابعة وقياس تنافسية المملكة في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي هذه المناسبة السعيدة تحت شعار شراكة تنافسية عدالة الكثير سجل الكثير من المبادرات التي عززت من وجود المرأة البحرينية وعزز وجودها في المجتمع والأسرة وكان لها دور كبير في شدة القطاعات أهمها آخر إنجاز وهو تقليص الفجوة بين الجنسين وما شهدته البحرين من تقدم ونماء كان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل تقدم المرأة البحرينية في جميع المجالات سواء عملت كشرطية عملت كضابطة عملت كدكتورة في جميع المجالات فهذا يعتبر تقدم كبير للمرأة البحرينية